ورجعنا لكم تاني من بعد الفاصل ومعينا الدكتور وجدي وزيري أهلا بحاجتك خاني بسألك أخر سؤال تفضل مصري كانت على علم بخطورة ما يحكي المنطقة العربية من كبل ما يعرف بالربيع العربي ودور جماعات الإرهاب في الإضرار بالأمن القومي العربي وده كان بالتزامن مع ما يعرف بالربيع العربي فهل تأخرت مصري في مواجهة جماعات الإرهاب ومن يكف رأها؟ ده سؤال جميل ونوضح للناس مصري ما تأخرتش مصري كانت طالعة من ربيع أنا عايز أقولك في ناتب تسميه ربيع عربي لكن هو كانت مؤامرة استخدموا فيها شبابنا لأن احنا كنا بالفعل كنا محتاجين دوت بس استخدموها استخدام اللي هو عن طريق التحرك عن بعد هما بيحركوهم عن بعد واستخدموا فيها إخوان واستخدموا فيها إرهابيين عشان يدمروا البنية التحتية دمروا أمور كتير جدا لكن الحمد لله إن المؤسسة الوحيدة اللي هي ما تدمرتش ووقفت حمد البلد هو المؤسسة العسكرية الجيش المصري اللي هيفضل من 7000 سنة لغايد 7000 سنة تاني قادر يحمي المواطن المصري ولكن قبل ما نتعافى قبل ما وقفنا على حلنا قدرنا نقف ونحارب الإرهاب في سينة يعني 2019 كان الحرب على الإرهاب وتأخر ليه فيه حاجات كتير جدا ما بتتقلش يعني فيه حاجات ما بتتقلش للعامة أنا تملي أقولني خلي الناس اللي شغالة في السياسة تشتغل في السياسة اللي شغالة في المقابرات تشتغل في المقابرات ويمكن دين نصيحة اللي هقولها في الآخر للمواطن إنه إزاي يبقى يعني يحمي بلده بإنه يبقى واثق في قيادته وإنه يبقى قوي ويعرف إن بلده قوية هو ما تأخرناش لكن لو إحنا دخلنا في سينة على الإرهابيين سوريا كانت ضعيفة فكان اللي هيحصل كانوا هيهربوا على سوريا وإحنا خلاص تعلمنا الدرس فكانت لازم سوريا تقف على حلها عشان لما ندخل عليهم ما يهربوش هناك يبقى تعمل عليهم الكماش مصر حربت حربت بجيشها بكل جند مقاتل حارب عشان خاطر نصرة البلد دي إحنا ما تأخرناش لكن كل حاجة لازم يبقى فيها تخطيط أنا يعني مستمتع بالكلام مع حقيقة دكتور وجدي وأتمنى يعني حضرتك تشرفنا مرة أخرى إن شاء الله في الختم عايزة أسأل حضرتك تفسير حضرتك للموقف الراهن لمصر يعني معاك وقت وتكلم علشان بس توضح للناس النقطة دي موقف مصر الراهن من ليبيا ومن سوريا ومن كل المنطقة العربية والأمن العربي عمول والله يا دكتور محمد إنهوت مصر مهددة في أمنها القومي لازم المواطن البسيط يفهم الكلام دوت وعليه دور بس مصر أقوى من أي دولة ممكن تشكل أي خطور على مصر دي أهم حاجة يبقى عندك ثقة في جيشك وفي قيادتك وتقف وراهم بقوتك ماشي أول حاجة تركيا عايزة تعمل إيه؟ تركيا عايزة تسيطر على ليبيا عشان ما هذه الحدود إحنا فيه 1200 كيلو بيننا وبين ليبيا أكبر حد حدودي بيننا وبين ليبيا فيبقى كده هو مسيطر على حدودك ومسيطر عليك ويلغمك على أمور ضد أمنك القومي يسيطر على البحر المتوسط يعمل قواعد وهو حاول إنه هو يساعد الإرهاب فشل معانا فحب إنه هو يحارب بنفسه خلاص إنزالت الأقنعة وبقت المسألة وش في وش عايزين نقوله جرب وشوف ويمكن هو جرب قبل كده وأكيد هم فاهمين وحاولوا يجيبوا طيارات فيها داعش وفيها 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 عايزة أقولك لأ إحنا قيادتنا حكيمة وجيشنا قوي وهنقدر عليكم الكلمة الأخيرة بقى اللي عايزة أقولها للمواطن المصري خدوا بالكم المخابرات في مخابرات دولية في الدول المعادية منها إذا كانت تركيا إذا كانت إيران إذا كانت قطر اللي بتمولهم بترقبك على سوشيال ميديا لازم بيشوفه وانت رد فعلك ايه فلازم يكون رد فعلك قوي تحافظ على أسرار بلدك تحافظ على كيان بلدك من خلال الكلام اللي انت بتقوله مهم جدا زائد انك تبقى وراء قيادتك الحكيمة وتعرف ان جيشك قوي ومحدش يقدر يمثلنا على طرف وآخر حاجة اقولها لك الرئيس عفتاح السيسي قال وتبلق اقولها قال القوي محدش يقدر يكون لقمته واحنا قوية وتحيا مصر تحيا مصر وان شاء الله موفقين وربما يعني الحاجة اللي بتعمله مصر والتحالفات اللي بتعمله تخلي العدو التوركي يخسأ وما يحركش جنوده لان احنا عندنا قوة رد لا يستهن بيها وده كان كلام ايطاليا وحديث كان لك تعقيب على كده اتمنى بس تعقيب من حضرتك انا مش حابي بنهي والله ولا قافل مع حضرتك يعني فيه شباب بيقيدوا وبقالهم فترة على الفيس وبيقولوا احنا بنفوض الرئيس السيسي والجيش المصري في الدفاع ويتصرفوا زم هم عايزين مش هيستنوا مجلس الشعب كمان وفي دلوقتي ناس بتقول ان لازم المقاطعة تاخد منحة كبير مع قطر لان قطر اعلنت منذ ايام انها مقايدة تركيا ومقايدة حكومة الوفاق اللي هي مش وفاق خالص وهم حكومة تأثير اعمال مش من حقهم يبرموا اي اتفاقات تركيا دولة بتتحدث العربية لكنها بتعادي كل الدولة العربية في الوقت اللي هي فتحة فيه سيدرها لإسرائيل وتركيا وإيران هل حضرتك شايف ان يعني قطر لازم نتعامل معها بشكل مختلف احنا تملي دكتور محمد عايزين نفرق ما بين الحكومات وما بين الشعوب يعني قطر شعب طيب وشعب شقيق تركيا شعبها يعني حتى اردوغان كان فيه معارضة جديدة جدا على تفويده لترسيم حتى الحدود ولا انه يروح يبعت قوات عسكرية لليبيا فيه كانت معارضة قوية جدا ولكن لا حياته لمن تنادي حتى هذه اللحظة عايزة اقول لك كمان حفطر المشير حفطر عمل استنفار في ليبيا علشان يعني ايه يقول لا انتوا فاهمين غلط احنا لازم احنا كاختلاف لازم نسيبه على جنب وكلنا نجتمع على ان احنا نحارب هذا العدو الغاشم وتأكد من حاجة كمان دكتور محمد احنا الرئيس عفتاح السيسي هو واخد تفويد من زمان جدا اي حاجة سواء داخلية او خارجية احنا مديني له التفويد لانه هو الدهو قدود تمام وده كزعيم مصري بيتكلم باسم الميت مليون مصري ولما هياخد قرار الميت مليون مصري هم اللي خدوا القرار وما حدش هيقدر علينا تحية مصر انا مستمتع بالكلام مع حاضرتك وان شاء الله على امل لفاق تاني ونكون في حالة ناشوة بنصر بإذن الله مش كلام وخلاص لان الناس كلها اجمعت ان احنا قواتنا وتحديدا القوات البحرية اللي لا استعمل بها هقولك على حاجة في نهاية كلامي اسرائيل نفسيها كان في برنامج تحليلي فقالوا ياريت ما نستفز يعني ما نستفزش مصر لان عندهم قائد لما حصل موقف العشرين مواطن مصري في ليبيا طلع الطيران فقال قوة مصر للعسكرية بقت قوية عندهم قائد قوي فياريت ما نستفز يعني ما نستفزش مصر عشان هيبقى رد فعلهم قوي برضو الرد هيكون قوي والرئيس السيسي ما بيسيبش حق ولاده ولا حق مصر ومش هيسيب ليبيا احنا عندنا حدود مع ليبيا في غرب مصر 1115 كيلو مش هيسيب ليبيا 1220 كيلو مش هيسيب ليبيا فريسة الأطماع المستعمر التركي ومش خلافة عثمانية ده مستعمر تركي شكرا لحضرتك دكتور وجدي وزيري شرفتني ونورتني واستفدت من حضرتك رئيس مجلس إدارة مؤسسة بكرة أحلى صحفية وعلى أمل إن شاء الله لقاءات أخرى بإذن الله بإذن الله شكرا لك شكرا دكتور محمد شكرا أستاذ ميرا ساعدت بيكم وإن شاء الله بكرة أحلى إن شاء الله بكرة أحلى موسيقى 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 معنا ضد جميل دكتور ايمان حسن دكتورال الاقتصاد وخابير التمويل والدرسات الجدوى في البداية هيكون معنا تقرير معنا التقرير يا شباب نشوف التقرير ونرجع للدكتور ايمان موسيقى يحتاج جسم الانسان للدماء لتمده بالطاقة اللازمة للحياة وكذلك تحتاج المشروعات للتمويل اللازم لاستمرارها ونموها وزيادة وتوسع نشاطها في السوق وكما تساعد دراسة الجدوى الاقتصادية رجال الاعمال فانها تساعد ايضا شباب رجال الاعمال والرواد والرائدات بفكر المتجاري والاقتصادي في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر موسيقى 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 المترجم للقناة 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 النقناة المترجم للقناة إذا كانت دراسة قانونية أو دراسة تسويقية أو دراسة فنية أو مالية وفي الآخر التوصيل النهيئة بتاعتي اللي أبعض مراحل الدول هم اللي بيجابوا على السؤال دوت من أول فكرة المشروع بشوف المشروع ده أنا أنافزه إزاي أو ممكن يبقى على أرض الوقع إزاي هل أنا محتاج التمويل اللازم اللي أنا أقدر أنافزه بالمشروع ده ولا لأ معيش تمويل ببدأ ألجأ للمؤسسات التمويلية بلجأ أشوف شرقة معايا من هنا بينشأ الشكل القانوني للمشروع أو للشركة إذا كانت منشقة فادية أو شركة أشخاص أو شركة أموال دي كانت أول ستيب تاني خطوة بأبدأ أعمل الدراسة بتاعتي اللي هي الدراسة التسويقية بشوف السوق بتاعي هل هيستوعب المنتج اللي أنا هقدمه للمجتمع ولا لأ هل عليه طلب ولا لأ لها دراسات تفصيلية اللي بيها في النهاية تقولي لا المشروع ده ينفع من ناحية التسويقية ولا لأ طيب نيجي من ناحية الفنية أو الدراسة الفنية المشروع طيب أنا هنتج المشروع ده أو أنا هنتج منتج وهعمل المشروع ده طيب هعمله فين أنا محتاج إيه الإمكانيات أو الآليات اللي أنا محتاجها عشان أنفذ المشروع ده الدورة عملت أنشاءات مناطق صناعية بها كافة الموافق والخدمات لسهلت على الشباب حاجات كتائية جدا اللي بيها هيقدر يعمل المشروع طيب بالنسبة للخدمات والموافق والأخو هي موجودة ولا مش موجودة بالنسبة للعمالة اللي أنا محتاجها بالنسبة لخطوط الإنتاج بالنسبة لكل مكان هتطلع لي كم قطعة أو الطاقة الإنتاجية هتبقى إدقية كل ده أو كل الأسئلة دي كلها اللي بيجيب عليها الدراسة الفينية للمشروع طيب خلصنا دي خلصت الدراسة القانونية خلصت الدراسة التسويقية خلصنا الدراسة الفين المشروع إتادتهم وحسرتهم وتبقى في الدراسة المالية للمشروع اللي بيها بشوف هل المشروع ده هيجيب لي كشفه له ولا لأ هيولد لي تدفقات نائدية ولا لأ ببدأ أعمل قيمة دخل تقديرية وببدأ أطبق مؤشرات مالية على المشروع اللي بيها تجاوب لي على الأسئلة اللي أنا عايز أوصال لإجابتها في النهاية خالص بعمل دراسة بعمل توصيلة نهائية بتقول لي فعلا المشروع ده ينفع أن أنا هننفزه ولا ما ينفعش طيب دكتور أيمن إيه أنواع المشروعات اللي ممكن الشراء تستغل فيها؟ زي ما احنا قلنا فيه مشروعات صناعية كتير جدا ولما باجأ أقول مشروع صناعي يعني بحول مادة خام لمنتج نهائي يعني بعمل قيمة مضافة أنا مش عايز يعني وده دايما لأنا بنادي دايما يعني دايما بقول يا جماعة عايزين يهتم بالمشروعات الصناعية عايزين نصدر منتجات لبقى مش عايزين نصدر مواد خام لأ أنا باهتم بالمشروع الصناعي لأن أنا بعمله بضيف عليه قيمة مضافة زي مثلا المشروع مثلا الملابس الجهزة دوت مادة خام أنا بجيبها ببدأ أعمل عليها شغل بطلعه إنتاج نهائي عند صناعة عند اللي هي فيه مواد خام زي البتول عندي منتجات الألبان مهما الدخام أنا ببدأ أعمل عليها معالجات عشان أطلع على الأجبان بتاعتها في عندي صناعة الأخشاب الخشب نفسه بيجي أنا ببدأ أعمل عليه معالجات وببدأ أطلع على الأساس بتاعه وهكذا ففي صناعات كتير قوي ببدأ أنا أضيف عليها كلمة مضافة عشان يطلع لي منتج نهائي وعشان كده بقول يا جماعة اهتموا بالمشروعات الصناعية اهتموا بيها والدولة فعلا اهتمل بها في الأولى الأخية وده كان نائج يعني كانت محصرة مبادرة البنك المكازة اللي تعمل في الفترة الأخية الخمسة في المية وبعد كده تعمل كمان مبادرة تانية عشرة في المية عشان يشجع الشباب على الصناع يا جماعة احنا عايزين نصنع عايزين كلنا نقول شعار صنع في مصر اسمح لي دكتور آيمن ببساطة كده بسطوب حدوك المميز الجميل ده عايزين نبسط للشباب فكرة التمويل وانها زي الدماء بالنسبة لجسم الإنسان ازاي هو يختار افضل طريقة نسبة للتمويل وافضل نظام تمويل مناسب بالنسبة لامكانيات وظروف تمام نيجي بقى لو تكلمنا عن التمويل التمويل له مصادر متعددة لكن اللي بيحكمني هنا يعني حاجتين التكلفة والعائد الاتنين دول هما اللي بيحكمني اخطاء اي مصادر التمويل تمام انا عندي اول حاجة لو حبيت اتكلم عليها هتكلم على جهاز تنمية المشروعات الصغيرة المتوسطة اللي كان اسمه في الاول خالص كان اسمه استندوق الاجتماع للتنمية وتم تغييره الى جهاز تنمية المشروعات الجهاز ده فعلا بيساعد الشباب من هو يمول مشروعاتهم فعلا ومعادلات فايدة بسيطة جدا 5% متناقصة توصل الى 2.6% من 10% وكمان ممكن يعمله دراسة الجدوى الاقتصادية اللي هو محتاجها ويساعد الشباب لكن ظهر بعد كده الية تانية اللي هي البنوك اللي هي المتخصصة زي بنك التنمية الصناعية ظهر البنوك التجارية وبدأ الدولة تطلق مبادرة اسمها مبادرة البنك المركز الخامسة في المية دي يتفق دي برضو بتساعد الشباب ان هي تعمل المشروعات اللي هي محتاجاها تمام كده جي بعد كده ظهر حاجة تانية اللي هي شركات التأجير التمويلي ده برضو مصدم المصارد التمويلي يبقى انا عندي جهاز تنمية المشروعات عندي البنوك بكافة انواحها سواء كانت بنوك اسلامية بنوك متخصصة بنوك تجارية عندي شركات التأجير التمويلي لكن لو اتكلمت عن شركات التأجير التمويلي هي بتمول آلات ومعدات فقط لغير ما بتجيب ليش دور تصم العامل لكن البنوك لا بتمول لي دور تصم العامل يعني لما شاب يجي يقول لي انا عايز امول خط انتاج وعايز فلوس عشان اجيب خامات عشان اقدر اسدد واشتغل يبقى البنك هو اللي يصلح له ماينفعوش ان انا اودي لشركة التأجير التمويلي لا انا اودي بنك اودي لو البنك مثلا اجراءاته معقدة وطولة لا انا اودي جهاز تنمية النشاعات هيساعده اكتر وبعضها هيبقى نفس النتجة ونفس المحاصلة وتقيبا نفس المعدلات الفايدة طيب لكن شركات التأجير التمويلي لا بتديك آلات ومعدات بس على قد احتياجاتها مشوهبوناء على دراسة الجادة الاقتصادية انت عملتها طيب المصدر بقى ورع اللي هي ايه اللي هي البورصة لو تكلمنا على البورصة دي بقى يعني بنبدأ نطبق على شركات الاموال اللي هي محتاجة تتوسع لمشروعاتها عايزة تمويل عشان توسع للمشروعات بالخاصة بيها بنعمل حاجة اسمها الكيمة العدلة لسته ونبدأ نضح جزء من اسهم هذه الشركة في البورصة بناء على معايير الهيئة العامة للرقابة المالية بالاضافة اخر اخر حاجة اللي هي السنة دي الاستثمار دي برضو بتحاول تمول المشروعات وده يعطبه برضو مظهر من مصادر التمويل لكن زي ما قلت لحضراتكم في البداية العامل المحدد هنا التكلفة والعائد انت كشاب عايز تعمل مشروع يهمك انك تقلل تكلفتك اقل ما يمكن مش عايزين يا جماعة نغاء في الديون يعني اه ماشي انا في بداية مشروعي انا محتاج تمويل عشان اشتغل لكن مش كل حاجة انا محتاجها اجيه على البنت عشان اجيه فلوس عشان اشتغل لا لو انت عملت كده يبقى فيه هنا غلط فيه هنا حاجة غلط عندك في السياسة بتاعتك لا مش كل حاجة التمويل مايفعش كله مايبقاش كله بالديون نسبة والباقي يبقى التمويل ذاتي حق ملكية عشان ابدأ اشتغل بيها طيب دلوقتي لو فيه شاب عايز يشتغل في العمال الحرة وعايز يعمل مشروع خاص لي يعمل ده ازاي يعمل ده ازاي اول حاجة الشاب دوت ملكاته اين مهاته اين انا دلوقتي انا دلوقتي نصنا متخارق من تعليم فني او معهد عالي او جامعة ايه لاخو انا قدريتي ايه خبرتي انا ايه دلوقتي حاليا وقد بحضرتك فلقال عندي مثلا خبه فنية مثلا ناخد مثلا مثلا صناعة بلاستيك مثلا انا عندي مثلا انا عندي خبه فيها اه انا ممكن اشتغل في هذا المجال طب ماشي لا انا ما عنديش خبه في المجال ده لكن عندي خبه تسويقية عندي خبه ان اكون هائل اعمال عندي خبه تانية عندي مهارات تانية لا يبقى في الحالة دي زي ما قلت في البداية خالص الشراكة بين الشباب مهم جدا ان احنا ممكن نجمع الشاب واثنين وثلاثة في مشروع واحد واحد عنده ملكة في التسويق الثاني عنده ملكة في الإضاءة الثالث عنده ملكة فنية التهادة دول لو اجتمعوا مع بعض هيعملوا مشروع ناجح جدا 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 بالاضافة ان هما يبقى قد التحدي ان هما فقنا عايزين ينجحوا عايزين يعملوا مشروع قوي عايزين يوفع شعار صنع في مصر عايز بان انا هنتكلم عن شعار صنع في مصر عايز اعرف من حاضرتك كده واخد وقتك في كلام التسويق لانه ده مربط الفرس عشان ابيع واكسب لازم فيه تسويق جيد ازاي اقدر اسوأ وانا ما عنديش خبرات قبل كده سؤال جميل التسويق دوت زي ما اقولت بعضه في بداية الحلقة جزء من اجزاء دراسة الجدو الاقتصادية المشروعة بمعنى انا هنتج منتج دلوقتي تمام المنتج ده لازم اعمل حاجة اسمها بحوث تسويق لازم اشوف هل هو هل المنتج دوت عليه طلب ولا مش عليه اول حاجة اشوف ايه النطاق الجرغرافي بتاعي اللي انا هشتغل عليه اشوف عدد السكان اشوف المتوسط داخل الفاردة قد ايه اشوف الكرة الشرائية اشوف معدد الاستهلاك قد ايه مش بس وكده لازم برضو احدد عدد المنافسين اللي قدامي من اللي بينافسني في السوق سياسة التسايل اللي هو ماشي بها ايه يا جماعة التسويق عملية مركبة ومعقدة لازم ان الشاب ان هو يعني ما يضاشي او مش فهمها كويس ممكن يفشى فيها وفي النهاية هيؤدي الى فشل المشروع لان خطة تسويق النجحة بتنعكس على المشروع بربحية العالية انا حطيت خطة استراتيجية بوقت نجحة في النهاية ايه هبيع كويس اراضاتها تزيد مشروعها يزيد هيتوسع حد اشتغل فهم شيء ان انا احط استراتيجية تسويقية نجحة بناء على محددات معينة ان انا اقدر احدد حجم الطلب المتوقع بتاع ادي ايه احدد الفئة المستهدفة اللي انا هستهدفها اللي انا عايز اشتغل عليها اشوف احتياجاتهم اشوف اسعار السوق المنافسين ايه الكلام ده كله ده كل جماعة مهمة جدا جدا عشان اقدر احط خطة استراتيجية نجحة والتسويقي كل الجواني بزيق هل يقدر الشاب يعملها ولا لازم يلجأ لخبير او مكتب استشاري متخصص في التمويل ودرسات الجدع على حسب كوضة الشاب او كوضة الشابات بمعنى لو انا شاب مثلا انا دائس كويس في كليتي او جامعتي اقدر ان انا اعمل درسة الجدع دي انا اعملها مفيش مشكلة لكن يفضل ان هو يلجأ لمكاتب استشارية متخصصة يفضل لكن لو هم يقدروا يعملوها ليه انا بقولي الكلام دوت زي ما قلت لحضراتكم من شوية ان احنا ممكن احنا تقتلات شباب مع بعض متكاملين مع بعض كل واحد فيه فيه مهارة معينة انت عندك مهارة التسويق كويس قوي انت ممكن تعملو جزء التسويقي ده كويس جدا في واحد تاني من ناحية المالية في الفينانشال ممتاز ممكن يعملو مؤشرات الربحية بتاعت لتقول لي مشروع ده كويس ولا لا في واحد تاني فني عنده خبه فنية كويس يقول لي لا ده المكن ده انا ممكن اجيبه يطلع لانتاج كذا بمعدل كذا ويحتاج عمالة كذا يبقى انا ممكن اقضى حد تكلفة طاقس المال العامل بيساوي كذا فاذا انا ممكن مالجأش المكتب متخصص احنا تاتا ممكن نعملها مغربة حاضرة لكن افرد احنا الخبارات بتاعتنا فنية بس احنا تاتا متشابهين في نفس الخبار لا يبقى في الحالة دي بطار اننا اروحنا المكتب متخصص هو اللي يقوم بالكصة دي كلها من الالف لليا اسمح لي بس بعد اذنك اضيف نقطة واحدة بس هو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بيدعم كل الشباب بعض الشباب فاكر انه لازم يكون معاه مؤاهل عشان يتوجه ممكن مؤاهل متوسط او مش مؤاهل عالي خالص ولا متوسط افوق متوسط اين كان المؤاهل اين كانت المهنة حرافية او مش حرافية تقدر تتوجه وما عندهم خط ساخن جهاز تنمية المشروعات عندهم تمويل عندهم دراسات جدوى للمشاريع حسب كل محافظة يعني مثلا في الفخار مثلا في الفيوم في اينة في مثلا منسوجات في المينيا عندهم مبادرات بيتعاونوا فيها مع البنك المركزي ومبادرات بيتعاونوا فيها مع وزارة الزراعة ومزارة الصناعة يعني يتوجهوا لجهاز تنمية المشروعات وما تعدوش مش عايزوا المتوكلين انما خدوا بالاسباب وفعلا فيه مساعدة هم عايزين يبدأوا يعني اذا ما حدرتك تفضل تقول دكتور لو انت بس بتحصيلها وتكتب وعايز تعمل مشروع انت ممكن تروح لجهاز تنمية المشروعات عشان تعمل المشروع دوت جهاز تنمية المشروعات يا جماعة مديد ايده لكل يعني هو يعني زي ما حضرت تفضلت وقلت ممكن يعمل لك كل حاجة حتى اللي جهاز تنمية المشروعات شغال بالنظام الشباك الواحد يعني من ضمن المساعدة اللي البنك بتطلبها اللي هو السجل الصناعي كل ده متوفر يعني جهاز تنمية المشروع يعني بيقول لك تعالي وانا هعمل لك كل حاجة حتى بس الجدوة انا ممكن اعملها لك يعني ممكن يعمل لك كل حاجة من 1000 ديال جهاز تنمية المشروعات يا جماعة بيساعد فعلا للشباب وعايز فعلا يعني فعلا اقامة مشروعات صناعية فاصل كان فيه صورة عن المبادرات فيه مبادرات كتير فيه مبادرات تابعة البنك البركزي فيه مبادرات تابعة البنوك المصرية فيه صدق تاحي مصر تابع ليه شركة مصر اكسيبريس وشرفت انا في احدى الحلقات لبرنامج مشروعات بكرة مع رئيس مجلس ادارة مصر اكسيبريس اللي بيفتتحه شوارع 306 هتبقى 150 شارع بتغطي الجمهورية كلها فكرة البايكس يا دكتور ايمن العربيات المأكلات والمشروبات وحتى مكتبات في شارع بتقضي فيه الاسرة وقت لطيف وشكل جميل جدا وراقي جدا ونظيف جدا وهم بيعملوا للشباب دورات ريادة اعمال ازاي بقى يدير ويسوق وبيبقى بيفتحوا لكل شاب غزم العقنه حساب على البنك ايوه ايوه فعلا حساب على البنك علشان انت لما بتبسك الكاشف ايديك احيانا ايه الفلوس فلما بتبقى فاتح حساب في البنك بتبقى فلوسك دايما ودام عينك بتزيد فانت بتبتدي تشتغل احسن وتطور يكون له حافز فعلا انه هو اشتغل فعلا طالما فيه حساب بقى والفلوس بقى في البنك بتبتدي تقسم مصروفاتك سعلا واحنا بنتفرج على الصور دي انا عايز من حضرتك وباسهاب كده وخد راحتك ووقتك قلنا الخطوات من عند حضرتك ازاي اعمل مشروع وازاي اديره علشان نرفع شعار صنيع في مصر ده نمرة واحد نمرة اتنين علشان ما استناش الحكومة طول عمري احنا بنقول المستقبل للقطاع الخاص والمستقبل كمان المشروع اللي انا بأملكه بنفسي يعني عايزين فكرة ان احنا ما نضيعش ومرنا بستنين شغلانة الحكومة تمام هو زي موضع حضرتك بداية المشروع بتبدأ بفكة والفكة دي لازم تطقى قبول عام عندنا وعند كل الناس يعني بنتك حاجة فعلا مقبولة تاني خطوة بعملها بشوف الكيان القانوني بتاعي انا هشتغل انا كياني اين هل هتبع من شقة فائدية شركات اشخاص شركات اموال تالت نقطة انا بفكر فيها ان انا بعمل دراسة جدوى للمشروع لان الدراسة الجدوى زي ما قلت لحضراتكم هي اللي بتوضح لي بتقول لي المشروع ده ينفع على فزر الارض الواقع ولا ما ينفعش وده خطوة مهمة جدا رابع خطوة مصادر التمويل ومصادر التمويل بيحكمني فيها حاجتين التكلفة والعائد ومصادر التمويل صراحة يعني بقت ميصرها جدا جدا من زي زمان الكل دلوقتي بقى مديد ايدرو دلوقتي بيقول لي اي شاب تعال عشان تشتغل انا هدك واشتغل ده غير الفايدة المتواضعة دكتور ايمان انا اسف ربقاطعك كمان مبادرة البنك البركازي في قطاع الصناع اصخاطه 51 مليون ده انا هتكلم فيها دلوقتي اه اه انا هتكلم فيها انا هتكلم فيها مبادرة المجازي كان فيه مبادرة 5% تمام ودي عفك الليس ما زالت قائمة دلوقتي وفيه مبادرة 10% هتعملت للمبادرة اكتر من 50 مليون تمام وكمان الدولة قدمت مساهمات كمان قالك الشركات المتعصرة وده انا عايز اكلم فيها شواء بالتفصيل الشركات المتعصرة يا جماعة اللي عليها الديون قالك انت سدد نسبة 50% من كمة المديونية وانا هحفك من الفوائد وكمان هشيل اسمك من الـ i-score كمان وهديك كمان تمويل اضافة عشان اقدر ساعدك عشان تقدر تشتغل لكن السؤال انت دلوقتي انت عايز تساعدني دلوقتي عايز تديني فلوس عشان اشتغل بها عايز تشهد مني جزء من الكبير او من الفوائد طيب هل انا هفضل متعصرة طول عمي ولا لازم اغير الفكر بتاعي اغير السياسة بتاعتي عشان اقدر اشتغل لازم نرجع لأسباب التعصر ايه ودي نقطة مهمة جدا 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 في الشركات المتعصرة يا جماعة لازم اعرف ايه انا تعصرت ليه البنك لما ساعدني انا مشتغلتش ليه اكيد فيه اكيد فيه حاجة غلط في السياسة اليداني لما بطبقها اكيد فيه حاجة غلط في السياسة المالية لما بطبقها اكيد مبيعاتي مش وصل الحجم المطلوب اكيد فيه منفسين غطوا علي اكيد الاموال انا اخدتها من البنك موجهتهاش التوجيه الصحيح او الضقيق للغيادة المخصصة لها بدأ ما اجيب الات ومعدات أو بدأ ما أجيب واقس مال أو بدأ ما أجيب خامات لا وإحتي سددت بها دين وإحتي اشتريت بها بيت وإحتي عملت بها حاجة تانية لا ما ينفعش يا جماعة البنك لما بديدي الفلس عشان أشتغل بأخذها فعلا بأشتغل بها بأوجهها للمشهوع لأنه فيه انفصال بين الملكية عن الإضاءة فيه فاقة بين مشهوع كشخصية اعتبائية وبيني أنا كشخص طبيعي المشهوع ده حاجة وأنا حاجة تانية فالفلوس اللي بديها للمشهوع مش جاي لي أنا عشان أشغلها وعشان أشغل طاجة إنتاجية أشغل عمال أطلع إنتاج يا جماعة أرجوكم وإن ده موجه للشركات المتعصرة راجع سياستك اللي انت كنت بالطبقة قبل كده شوف إيه الأسباب اعمل تحليل مالي للقوامل المالية بتاعتك كل ثلاث شهر وبع سنويل إيه المشكلة شوف السياسة البيعات بتاعتك ماشية إزاي شوف سياسة الاقتمال والتحصيل بتاعتك ماشية إزاي شوف العمالة اللي عندك شكلها إيه هل هي محتاجة تديب ولا مش محتاجة لو محتاجة تديب ضربها شوف التكنولوجيا اللي انت بتستخدمها إيه هل هي تكنولوجيا متقدمة ولا تكنولوجيا حديثة يعني عايزك تراجع كل تراجع منظومة بيئة العامة بالكامل عشان تقدر شوف انت واقف على فين بالزبط إيه الأرض اللي انت واقف عليها وبالتالي هتقدر تطلع نقطة الكوة ونقطة الضعف وتعالج نقطة الضعف بتاعتك وبالتالي هتخذ من حالة التعصر بتاعتك كلام جميل يعني اتعلم من أخطائي وأخطائي المنافسين اللي هي في السوق بالزبط بالزبط ما استغلش التمويل في نفقات شخصية بالزبط يبقى للدخار كل ما يبقى معي فوق يتقدر اتداخل منه عشان اتطور بيئة العمل واتطور المكان اطور العاملين اطور من نفسي ومن كانياتي وخدراتي كلام جميل جدا وأنا حابب بس أتكلم أن الدولة فيه دور مجتمع شركة مصر إكسيبريس وصندوق تحية مصر بيعملوا مشاريع زي 306 لو التارجت اللي هو يغطي في الشهر مثلا البايك من العربيات مغطاش التكاليف الأساسية اللي عليه في الشهر ده بيصبروا عليه وحتى أنا ما كنت حابب إن الشباب يشوفوا الحلقة بتاعت مشروعات بكرة على اليوتيوب مع رئيس مجلس إدارة الشركة مصر إكسيبريس لأن الرجل ضحك وقال لي إحنا مش حابين يقول ده عشان بعض الناس ما تكسلش وهو الفكرة من فتح الحساب إن هما في البنك إن هما تبقى مصارفهم معروفة وكل حد يشترى أو باع بيبقى معروف فبالتالي هو بيبقى عارف هو محقاش التارجت غزبا عنه فبي يسمحوه ففي دور مجتمع إحنا مش بيحارب بولاد اللي إحنا عايزينهم يشتغلوا وقفوا على رجليهم ويتوسعوا ويكبروا الدور المجتمعي ده إحنا اللي بنتحايل دلوقتي على الشباب انزلوا ويسيبوا فكرة وظيفة الحكومة ابتدوا عمل خاص وإن شاء الله ربنا هيكرمكم وهتكبروا حضركم تعرف بتكلمنا عن مبادرات بقى وأنواع التمويل المختلفة عن طريق المبادرات تمام زي ما قلت لحضراتك من شوية إحنا المبادرات مبادرة بانك المكازة 5% ودي حاليا شغالة بس يعني أنا يعني برجع يعني من خلال برنامج من ده الدكتور طريق عامة يقيد يبقى فيه إجارات موحدة في كافة البنوك يعني مش هايز أقول لحضراتك فيه تفاوض في فيه تفاوض في الإجارات وتفاوض في الطلبات اللي البنوك بتطلبها بمعنى أني بنك يطلب مثلا لست مستيادات قد كده يعني عشرة وخمستاشرة مستيادة بانك تاة يقول لك لا أنا كفاية دول بانك تاة يقول لك لا تماشي وكمان الفطة الزمنية يعني مش بسهو كده الفطة الزمنية يا دكتور محمد ممكن تاخد شغالون نص التلاتة طب إنت ليه أنا شاب دلوقتي عايز أشتغل يعني معنى الشيء دي برضي يعني من ضمن السلبيات اللي بتواجه المبادرة سواءً الخمسة أو العشرة طول الإجاءات فطة التنفيذ وطول الإجاءات تاب ليه يا جماعة أنا شاب عايز أشتغل دلوقتي محتاجي تعمل عشان أشتغل أنت ليه تقعدنا جنبك شوارين ونص ثلاثة تقول لي لما أدس مالف الاقتمام تابديدس تابديدس في إيه مالف الاقتمام ما ياخدش الوقت ده كله فيا جماعة عايزين تبسط في الإجاءات ومش عايزين نهائة الشباب عايزين نهائة الشباب عايزين نهائة صادهم الدنيا ويبقى فيه توحيد الإجاءات في كافة البنوك مش يبقى بنك طالب مني حاجات يعني مستقلستة وبنك تاني يقول لأ تب كفارة دي 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 وبنك تاني يقول لأ تب أنا عايز دي دي لا يا جماعة لا يبقى أنا عايز لما واحد بنك ده أو ده أو ده هي الإجاءات واحدة الطلبات واحدة الفترة الزمنية مفروضة يعني ما تزيلش عن شهر ليه أنت بتعادني شهرين ولا شهرين ونص جنبك عشان توفع على الاقتمام بتاعي لا أصلا بقى بدس المخاطر بتاعتي وبقى بدس الاقتمام وبحلل العملاء وبحلل المغاردين طب كم ده كله ماشي هات ناس تشتغل معك بحضرتك هات ناس تشتغل معك يعني الفترة الزمنية دكتور محمد مهمة جدا جدا لأي شاب عشان ياخد التمويل بتاعه عشان يقدر يشتغل وده عفاكة من أهم العقبات اللي بتقابل الشباب ولنا يعني اللي أنا شخصيا لما استهى هي الفترة الزمنية طول فترة تجاءات البنوك والتعقيد اللي الشباب بيشوفوه فيهايت يا جماعة يعني يعني اللي ده ده موجه للمحافظة ياهيت يقف فيه تبسيط الإجاوات أنا مش بالوم على المبادرات اللي تبع أجهزة الدولة والمبادرات أنا لمست بنفسي حتى المبادرات اللي تبع الشركات تبع الصندوق تحي مصر أنا لمست بنفسي سرعة البتاع المشكلة يمكن في إدارة الاقتمان في البنك والبنوك بتبقى متفاوتة في الموضوع ده ما بين في إدارة الاقتمان بتبع عندها داتة بيز كبيرة وبتقدر تخلص بسرعة والدارة الاقتمان لأسف محمد مش كله لأسف فإحنا عايزين بس الناشد سيد طارق عامر المحافظة ببنك المركزي بتسريع الإجراءات في البنوك في البنوك وكمان أنا حابب نقول أن اللي بيدوروا على تمويل إسلامي بنك مصر مثلا على سبيل المثال فيه أكتر من 40 فرع في معاملات إسلامية وفيه تمويل إسلامي برضو لمشاريع الشباب بالضبط بسبب عن طريق المشاكل أو المضربة أو المربحة فيه تمويل إسلامي وفيه فرص ويعني حتى التمويل اللي هو بفايدة خمسة أو أقل وبعد كده بيشيلوا ديون على المتعسرين فده ما معتقدش أنه يتعرض أبدا مع الشريعة الإسلامية والشريعة الإسلامية سمحة وبتفتح مجالات للعمل وفرص للشباب علشان يجبروا وهو ده اللي بتقوم بالدولة دلوقتي من خلال مبادرات التمويل والدور المجتمع للدولة فأتمنى أن الشباب ما يعودوش وما يستنوش ويبقى فيه فرصة إن شاء الله للسعي دايما في الختام هسيب لك الكاميرا والسادة المشاهدين وتنصح إيه الشباب وتنصح يعني خلاص إحنا عرفنا إحنا بنشد الحكومة في تسريع الإجراء الشباب بقى نقول لهم مين عايز أقول يعني عايز أوجه كامير الشباب أقول لكم الدولة بس طاقاتها بتقول لكم تعالوا اشتغلوا بكل إمكانياتكم بكل إمكانياتكم إحنا يا جماعة من نجا بلدنا مصر عايزين نبنيها نبنيها بأي وسيلة المهم بلدنا نبنيها وبلاش موضوع يعني إنكم مثلا تتعقدوا أو تفشلوا لا مفيش حاجة يسمعها فشل المصر يعني المصر بالذات ما يعرفش الفشل المصر قد التحدي دايما وعايزين كلنا نرفع شعار صنع في مصر هاخد من كلام حضرتك بحدش هيبنيها غيرنا ودايما نسعى للخير والعمل وفرص النجاح وأنا استمتعتم مع حضرتك جدا النهاردة دكتور أيمان حسن دكتور الاقتصاد وخبير التمويل ودرسات الجدوى وإن شاء الله نجيب لك شباب ونجيب لك رجال أعمال إن شاء الله لدرسات الجدوى وأتمنى نشوف التقرير تاني يا شباب بعد إذنكم في نهاية الحلقة وإلى اللقاء في حلقة جديدة من لمية الأسبوع ورب تكونوا استفادتم معنا النهاردة ترجمة نانسي قنقر